السلام عليكم البريود او الدورة الشهرية بتحصل نتيجة تفاعلات معقدة جدا بين الهرمونات البنت من اول ما بتتولد بتمتلك مبيضين كل مبيض فيهم بيحتوي على مجموعة كبيرة من البويضات الخاملة او الغير نشطة وعند سن معين اللي هو تقريبا من 10 ال 15 سنة بتبدأ الغدة النخامية اللي موجودة في الدماغ انها تفرز هرمون ال FSH وهرمون ال LH والهرمونات دي بتوصل للمبيض عن طريق الدم وبتحفز المبيض على انه يفرز هرمون الاستروجين والبروجسترون وبالتالي بتبدأ البويضات اللي موجودة داخل المبيض ان يحصل لها عملية ندوغ واللي قدامك حاليا ده مش البويضة ده الجراب اللي بيحمل البويضة وموجود داخل الجراب مجموعة من الاجزاء غير البويضة زي الجسم الاصفر وبيحصل ندوغ كامل لبويضة واحدة فقط كل 28 يوم وباقي البويضات بترجح تبقى خاملة مرة تانية بعدها بيبدأ الجراب اللي بيحمل البويضة انه ينفجر ويخرج البويضة خارج المبيض وبتبدأ الاهداب انها تعمل عملية شفط للبويضة علشان توصلها لداخل قناة فلوب ومن هنا بتبدأ البويضة في رحلة لحد ما توصل للرحم واثناء الرحلة دي بتحصل تغيرات كتيرة رقم واحد في الجسم الاصفر اللي تكلمنا عنه وده بمثابة الاخ الاكبر للبويضة بيفرز هرمون البروجسترون وده بيحفز الرحم علشان يستعد اكتر لاستقبال البويضة ولو حصل حمل هو اللي بيفرز هرمونات معين علشان يوقف عملية التبويض وعملية البريود علشان كده الام الحامل ما بيحصل لهاش بريود وكمان بيبدأ المهبل وعنق الرحم انهم يخففوا لزوجة السوائل اللي موجودة فيهم علشان يساعدوا الحيوانات المنوية على الحركة لكن لو البويضة محصل لهاش تلقيح بواسطة حيوان مانوة في خلال من 12 ل 24 ساعة بتبدأ هرمونات الجسم انها ترجع لطبعتها والجسم الاصفر بيبدأ يحصل له عملية ضمور وبيموت وبتبدأ البويضة وبطانة الرحم انها تتساقط وده هيؤدي لنزيف الدورة الشهرية